اذا في هذا الفيديو سنقوم بتطوير المتد الخاصة بها الآن سنضيف الى اذا هنا هذي المتد فقدم بصناعة الوضع وهو الذي سيقوم بصناعة التي اسمها والفارس الخاص به هي واحد وفي هنا سيقوم بصناعة ويقوم بإضافته الى وفارس الخاص ه هو هذا التابل يكون ببنائه من الاول. الان سنبدأ بالمثل معنى وهي كريايت كونتاكت. او اد كونتاكت. ساقوم بعمل متود لن ترجع شيء هنا. واسميها اد كونتاكت. كي تضيف الكنتاكت سنمرره في البراماتر هنا كونتاكت. والان يجب ان نشير الى شيء ان هنا في الان كريت او الفل عندما قمنا باستعمال متود او اي متود خاصة بالداتابيس. لم نجد مشكلة لان هنا لدينا الدينا فئة البراماتر اي جاهزة لنا فئة البراماتر. لكن هنا عندما نصنع متود خاصة بنا ليس لدينا اي مت اي كان استعمالها. لذلك سنقوم بعمل هكذا ونقوم باخذ نسخة من الحالية. اي اخذ من هذا الكلاس نسخة من الديتابيس. لكن كي اخذ نسخة من الديتابيس لدينا نوعين. ساخذ الديتابيس للقراءة او ساخذ الديتابيس للكتاب. اي اي او get readable database. في هذه الحالة بنحن نقوم بعمل ado 이야기 Hawaii اي اي اقدم انا نقوم باخذ نقوم باية ت cayرية اي يقوم بعمل the database. اي نقوم بعمل write. لان get readable database. و كي نضيف بينات هنا حدينا قد ابقى هنا تسمى insert. اي اضف في الديتابيس has mentioned اي اضف في الديتابيس. هذه المetus تاخذ في البرامتر الاول اسم tab which weCaletzيه هنا. لديه يقوم بعمل كتابة كتابية تكون تاكت لاننا سيمتünü وأن وضعناه في variable table contact هنا هذا البرامتر الأول والبرامتر الثاني هي معلومات التي أريد أن أمررها null أي لا أريد أن أمررها لكن في هذه الحالة ليست لدينا أي variable من نوع null ذلك سأكتب null فقط أي لا يوجد أي معلومات من نوع null وفي هذا البرامتر الثالث أكتب له values الذي أريد أن أضيفها وهذا values تكون من نوع contained values أي كل بيانات التي تريد أن تضيفها سأضعها في object من نوع contained values لذلك سأقوم بصناعة هنا object من نوع contained values وأسميه values وعب أقوم بعمل initialization له هنا contained values وأبدأ بملئه كأستطيع تمريره هنا إلى table contact هنا values وput هذا الput تأخذ key وvalue الكي هو هنا هذه الكي أي اسم هذا من الكي إذن هنا الاسم الخانة التي أريد أن أضيفها فيها والبرامتر الثاني هو value الخاص في تلك الخانة إذن بالنسبة هنا الكي هو الكي name والvalue هو contact dot get name وفي الفالي الثاني هنا هنا put and key phone وهنا contact وget phone إذن هذه البيانات لا أمرره ID قلنا أنها put increment أي أنها ستضيف واحد في كل مرة أضيف بيانات جدد إذن هنا مررنا البيانات هنا قلنا بعمل DB هنا DB this get writeable database وهنا أضفناه إذن في الفيديو التالي سنقوم بعمل get all elements from database سنأخذ كل المعلومات من ال database سنأخذ كل contact من ال database كي نستطيع تجربة تجربة المشروع لأن هنا فقط عندما نعمل الآن لن نستطيع تثبت من أننا قد أضفنا شيء في ال database إلا عندما نقوم بأخذ المعلومات ولذلك سأترك التجربة في الفيديو التالي لا تنسى الاشتراك بالقناة وننضمهم إلى صفحتنا على الفيسبوك وأيضا مشاركة فيديو مع أصدقائك كي يتعم الفائد